طيب، اخر فقرة معانا انا حنشوف انا وانت مجموعة صور لنجوم وفنانين عمزاكي توصيهم بكلمة واحدة حاجات الناس ما تعرفاش عنهم احنا لاول مرة حنسمعها منك جاهزة؟ يلا نبتدي بالشخصية الاولى يسرة جميلة الحاجة اللي نحنا ما نعرفها شيء جميلة طبعا كل الناس تعرفها حصبية وبتدي حق الناس كنا في مسلسل بتاع أستاذ مجد أبو حميرة وكانت رايحة عمره يبقى 25 رمضان ويجي بتاع الانتاج جايب لنا السحور بعد الفجر بايدا اتعزرانت والشاتمت وسحايت بسبايبنا وفي شرباط الوز جايب حق الناس لا حسلايا 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 تمام اللي بعده الصورة اللي بعدها اي تنعمر دي دلوعة جميلة حاجة ما نعرفهاش دلوعة جميلة الحلوة اللي في حالها اقولك ايه ست بيت تطبخه بتهتمده كل حاجة تمام اللي بعدها لا الله أكبر عليه اللي ما نعرفوش عن احمد وانتي تعرفي لا الناس كلها عرفة رح يلين وجدع وكويس حاجة نحنا ما نعرفهاش حاجة نحنا ما نعرفهاش لا حاجة دا سره في السوق كله دا رجولة دا ابو آدم دا ربنا يبركله فيه ويديه بالسحة والعافية ويرزقه بريزل حواليه احمد بن حاواليه يلا الشخصية اللي بعدها ايه اللي ما نعرفوش عن فيفي عبده اللي ما تعرفوش عن فيفي عبده اللي هي اللهم صلى عن نبي كل حاجة فيها ست بحسنة وست خييرة وست مية مية واللي ما تعرفوش ان هي تتلمي الناس كلها عواليه يعني ايه فبسزل السوق كانت لما انا كلنا حواليه يعني مش متعنتظه وقعده متوطه عليك قوي 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 وفيلم برضه بتاع شبر ونص كانت لما انا برضه بتاع وستاذ علي علي مش عارفاش ما عليها كده المهم كده يعني في السجن كانت لما انا حواليها طيب الشخصية التالي هنت صبري اللي ما نعرفو عن هنت فعايزة اتجوز كنت غلطت في اقول لها افتعي الشبابيك عشان تتجوز اقول لها افتعي هنا شباك وهنا بلكونا عشان تبعين جسمها يعني وقفت التصوير كذا مرة يعني يعني اتعايت اتضايقت انا اتضايقت وعياتي يعني ليه قالت فيك ايه؟ انا اتضايقت وعياتي خرجت برا رقيتني لا انا اتضايقت مع نفسي ان انا بوصت لهم بكذا مرة يعيدهم عشان الخمات خرجت برا قالت له لما واحدة استيس رامي انا معها قال لها خلاص ما تقولش كلمة الشباك والبلكونا ما تقولي اللي باحدة ليه حفظي يعني بصراحة لقيتني برا من هارة بقت ترقيني وسمت علي وتمسك وبدخلت جوا قلت شباك وبلكونا وصور وخربت الدهن هارة ها ولا بس ما عربش كان الدماغ اللفة في ايه؟ تحصل ها تحصل يعني شخصي اللي بعدها ليلة علمي دي ما شاء الله عليها اشتغلت معاها في السككيني اللي ما نعرفوش عن ليلة اللي ما تعرفوش عن ليلة اللي هي مية مية ومتوضعة و ده نعرفو طيب كويس ومرة بساعة بخرج بشكت فيها واحنا في السككيني ومنامل مسلسل قالتو عشاني انا عارفت ضيقت حصل ايه قالك ايه؟ قلت له انا مش هصور قالك ايه؟ قصة بقتها بكلمة يعني فهمها؟ اتكلمت فوق كلمتها ما فياش حاجة المخرجة قالتلي ماشي نعيد تاني يا بطة بس استمي عليها ايه؟ شوية راح هو بقى ايه عمل فيها طرزان راح بزعق قلت له مش هصور هي خليتهم والله خليتلك حق ها ويه ها والله